مشاهدين أهلا بكم أفادت المندوبية السامية للتخطيط أمس أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.8% خلال الفصل الأول من 2022 وأبرزت المندوبية في موجز الضرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2021 وتوقعات الفصل الأول من 2022 أنه من المتوقع أن تحقق القيمة المضافة غير الفلاحية نمواً يقدر بـ 3.4% فيما ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 2.8% عوضة 1% التي تم تسجيلها خلال الفصل الأول من 2021 لتسليط الضوء على توقعات المندوبية السامية للتخطيط للاقتصاد الوطني ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور زكريا فيرانو أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط الدكتور فيرانو مرحباً بك مرحباً شكراً استضافة دكتور على ماذا تستند المندوبية السامية للتخطيط في توقعاتها بتحقيق الاقتصاد الوطني نمواً في حدود 2.8% خلال الفصل الأول من 2022 وهل ينسجم ذلك مع توقعات الحكومة بتحقيق نسبة نمو في حدود 3.2% خلال العام الجاري؟ نعم أولاً صحيح فيما أشارت عليه من دوبيا السامية للتخطيط أظن في آخر مخرجاتها هذا الأسبوع هذا وأنه كانت توقعوا أن نسبة النمو على الأقل هذه المواطة إيجابية وأنه ستكون أكثر من في الثلاث الأول من سنة 2022 ستكون أحسن من سابقاتها في 2021 وهذا راجع أولاً هو أنه في بداية سنة 2021 كانت هناك ما زال نقاشات حول الخروج من كيف ستكون استراتيجية خروج من الجائحة؟ كيف ستكون هناك كيف ستكون استراتيجية مرتبطة باللقاحات؟ إلى آخر إلى آخر يعني كانت هناك واحد ضبابية في بداية سنة 2021 اليوم نحن في بداية سنة 2022 كنظر بأن الوقائع وكذلك المعطاية الاقتصادية أكثر وضوحاً أولاً هناك انتعاش في جميع القطاعات يعني قطاعات سواء قطاعات التانوية أو التالتية يعني قطاعات التحويلية أو كذلك القطاعات المرتبطة بالخدمات هناك ارتفاعات وتوشيل المدنوبية السامية لتخطيط فهذا الإطار لأنه النمو كان إيجابي في القطاعين يعني قطاع التانوي والقطاع التالتي وفهذا الإطار هذا هناك كذلك بعض المعطيات اللي يجد إيجابية فيما يخص القطاع الفلاحي كنظر بأنه سنة 2022 أننا نرى المنحنة دي السنة 2021 ونقدر نوصله لأكثر من 100 مليون قنطر لأنه لمشت الوترة دي التساقطات المطارية وكذلك الإنتاجية الفلاحية اللي كانت عندنا في سنة 2021 كنظر نرى نفس التوقعات وفهذا الإطار هذا الإجابة للسؤال دي لكم هو أنه إذا قارنا ما بين بداية سنة 2021 تولد الأول وقارنا كذلك ما بين سنة 2022 يعني التوقعات لكيناك القوة بأن نسبة النمو في هذه السنة البائدة كانت تقريبا 1% في الثلاث أشهر الأولى اليوم نحن نترجع وجوش فصلة 8% وكنظر أن هذه ستعطي واحدة دافعة بالنسبة كذلك الاقتصاد الوطني في بداية هذه السنة وكذلك كنظر بأن هذه النسبة تمشي أكثر إلا استطعنا أنه نخرج بسرعة من هذه المتحورات الجديدة ديال كوفيد 19 وهنا ربطا بسؤالكم كنظر بأن رقم ديال 3 فاصلة جوش في المئة اللي جاء في القانون المالي هو رقم فرضي يعني تبنى عليه فرضيات تحضير قانون المالية وليس هو النسبة المتوقعة كنظر بأن في البرنامج الحكومي كانت هناك نسبة اللي كتفوق 4% اللي هي كانت في التوقعات للحكومة وكنظر هما عازمي لأنه في الخمس سنوات نصله 36% وكنظر هذا اللي هو التوافق مع ما يسمى البرنامج الحكومي ولكن باش المواطنين يكون فهم أن 3 فاصلة جوش في القانون المالي هي فقط فرضيات يبنى عليها يعني القانون المالي فيما يخص جميع التوقعات الأخرى مرتبطة بالمداخل وكذلك بالمصاريف اللي مرتبطة بالميزانية ديال الدولة ولكن يعني بداية العام 2022 تعتبر بداية فعلية لتطبيق قانون المالي والميزانية صحيح صحيح أنا أشرت إلى هذا أن 3 فاصلة جوش هي من الفرضيات كما نضع فرضيات حول ما يسمى بالإنتاج الفلاحي كنحطوه تقريبا ما بين 70 حتى 80 مليون قنطار كنحطوه فرضيات كذلك على سعر الصرف كنحطوه فرضيات أخرى إذن 3 فاصلة جوش في المئة كانت فرضية يبنى عليها ولكن كنظن على أنه توقعات اللي نقدر نمشوف فيها كنظن بأن هناك البنك المركزي اللي هو حط واحد السيناريو اللي شوية نقدر نقوله بأنه سيلبيكي توقع على أنها سنة 2022 ما غير نفوتوش صفق السقف دية 3 فالمئة ولكن هذا مرتبط كذلك بالإنتاج الفلاحي لأنه لو وصلنا لواحد القطع فلاحي اللي قدر يعطينا عاوثاني كثير من 120 مليون قنطار فالإطار كنظن أنه غامشول كثير من 4 أو 5% عطفا على ما رأيناه في سنة 2021 الاقتصاد المغربي مرتبط في جزء كبير منه بالاقتصاد العالمي الذي يعرف ارتفاعا في أسعار العديد من المنتجات لا سيما الطاقية منها كيف يمكن أن يؤثر ذلك على سلسلة الإنتاج في المغرب وما تأثيره على المقاولات من الوطن وقدرته على المنافسة وأيضا على قدرة الشرائية للمواطنين صحيح هو أنه اليوم كنلاحظوا بأن إلا لأخذنا جميع التقاريسة والدولية ولكذلك الخبراء في الاقتصاد كيقولوا بأن الإشكالي اللي ستكون في سنة 2022-2023 هي إشكالي التضخم والتضخم اليوم نحن نشوفه ليس فقط في الدول اللي هي دولة متقدمة أو دول نامية تضخم اليوم في جميع دول العالم هناك تضخم هذا مرتبط بعدة عوامل اللي ينقدرون ترقلها لأنه لا يوجد برنامج خاص حول هذا الموضوع هذا ولكن المهم في هذا هو أنه اليوم هناك أزمة للطاقة بدأت من أوروبا وكذلك من آسيا هذه الأزمة أدات على أنه سعر البيرميل البيرميل ذي البترول فات سقف ديال 80 دولار هناك كذلك مشاكل في الغاز مرتبطة بحلقات التزويد في العالم سواء في أوروبا أو في آسيا هناك واحد طلب جد مرتفع على المواد الطاقية واللي المواطن المغربي اليوم شافها أصلا في الأسعار يعني هناك أسعار محروقات الارتفعات هناك أسعار بعض المواد الأولية وبعض المواد الارتفعات حتى في الأسواق مع الحمد لله أن القطع الفلاحي كان دائما متواجدا في الاقتصاد لما خلاش على أن بعض المنتوجات ترتفع بواحد طريقة موهي لكما نرى اليوم في دول قوية الاقتصاد ديالها واللي كان عرفها لدول التي قدرت تدخل من بين العشرين دولة المتقدمة والصناعية في العالم إذن فضل إيطار هذا باش نجاوب مباشرة على السؤال هو أنه كنظن بأن في بداية هذا العام هذا وكنظن من النشر ثلاثة أسعار المحروقات غادي تبقى أدخل واحد من حانة تنازلي وهذا أشار إلى ذلك الرئيس بايدن وهذا مرتبط أصلا بطرق تزويد وكذلك الخروج من فصل الشتاء لما ننسوش على أن فصل الشتاء الطالب حول المحروقات يرتفع وكنظن بأنه في ثلاثة أشهر قادمة بداية من شهر اثنين شهر ثلاثة الحركة ترتفع في الكرة الأرضية وفضل إيطار هذا كنظن بأن التمنذ المحروقات وكذلك المواد الطاقية سيبدأ ينخفض وهذا سيكون لديه تداعية تنظن على المدى القريب سيكون لديه تداعية إيجابية على سواء إنتاج الشركات التي تستعمل هذا المندوبية السامية للتخطيط توقعت أن أن يواصل الطلب الداخلي انتعاشه إذن هناك انتعاش للطلب الداخلي في الفصل الرابع من العام الذي ودعناه ما السبيل برأيك إلى تحفيز الطلب الداخلي الذي يعد قاطرة من قاطرة الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري هو الطلب الداخلي كان دائما من ركائز ناتج داخلي الخام المغربي نحن لا ننسوش تقريبا إذا أخذناه عن طريق الأرقام تقريبا كثر من 50% ديال النتيج الداخلي المغربي كانت تجي تقريبا من الطلب الداخلي يعني مرتبطة بالطلب الداخلي إذن فضل إطار هذا وكنتظن هو لك القاطرة وكان هو الاختيار ديال الدولة المغربية يعني إحنا دولة مشات بإنعاش الطلب الداخلي وكلقوا في جميع جميع قطعات العقار القطع الفلاحي جميع قطعات مرتبطة بالطلب الداخلي حتى كما قلت أنها كتدفع بالقاطرة ديال القيمة المضافة أكثر من 50% إذن كنظن هناك عدة أمور أولا انفتاح الاقتصاد ما ننسوش أنه اليوم المغريب الحمد لله كان هناك يعني هذه الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالتنقل الدولي ولكن في التنقل الداخلي كنظن بأن هناك واحد شبه يعني هناك واحد ما بقينش في ذلك الإغلاق اللي كان عندنا في سنة 2020 وهنا خلت على أنه جميع القطاعات انفتح هناك كذلك رجوع الاستهلاك ديال المواطنين كنظن على المندوبية الصمية التي تتحدث على أن هناك ارتفاع ديال الاستهلاك ديال المواطنين سوى الاستهلاكات ديال المواطنين الخاصة أو كذلك كاستهلاك ديال القطاع العام وفي هذا الإطار هذا كنظن بأنه جميع التعدابير اللي دخلت في القانون المالي سويا عن طريق التحفيز الضريبي هناك بعض تحفيزات تعطت للشركات فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبات الضرائب كذلك الضرائب الأخرى المباشرة والغير المباشرة هذه كنظن بأنها تكون يتحفيز من أجل إعطاء دينامية أخرى للطلب الداخلي وكنظن بأنه من طريقة استشرافية كنظن أنه لا قدرنا يعني كنظن هناك انفراج في هذه الوضعية اللوبائية وكذلك فيما يخص المتحورات الجديدة اللي نعيش معها اليوم إلى قدرنا نتجاوزه وقدرنا أن نسبة طلقة نصل فيها تقريبا المئة في المئة اليوم نحن في أكثر من 70% في المئة ولا في 70% تقريبا إلا قدرنا نخرج فيها سيكون هناك الفتاح أكبر وقدرنا يؤدي كذلك لأنه سيزد طلب الداخلي في عدة قطاعات لأن هناك قطاعات اليوم لماذا زال كتعاني قطاع سياحة قطاع النقل الجوي هناك كذلك قطاع بعض الخدمات التي هي متضررة من هذه الأجواء التي نعيشها اليوم وهي فضل إيطار كنظن بأنه هناك عدة عوام لإدخالات القانون المالية ستديل تحفيز هذا الطلب الداخلي طيب ضمن الضغوط الخارجي على الاقتصاد الوطني توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك وأبرز أن الموجودات من العملة الصعبة تحسنت بنسبة 4.3% هذا التحسن في الاحتياطات من العملة الصعبة إلى ماذا يعزى برأيك؟ اليوم نحن تقريبا وصلنا فيها الكثير من سبعة أشهر سبعة أشهر ديال الواردات فهذا الإطار هذا كنظر بأنه هو مستوى الذي هو يعني نقدرون نقوله لم يشهدوا المغرب وهو مستوى كعطيه واحد القدرة واحد القوة واحد ثقة في الاقتصاد المغربي لننسوش من احتياطات ديال العملة الصعبة المتوجدة عند البنك المركزي هي من العوامل الثقة ديال المستميري الخارجي وكذلك عوامل الاتقاف الاقتصاد الوطني هنا ما هي الأسباب كنظر هناك عدة أسباب وهذا كده أهم مواشنا هو أولا هناك ما يرتبط بالتحويلات ديال المغرب المقامين بالخارج لتقريبا اليوم كنظر على أنهم رايكو نوصلوا الـ 100 مليار درهم وهذا رقم جد جد مهم ولم يشهده المغرب قبل اليوم وهناك عدة عوامل اللي كتشرح هذا 100 مليار وكنظرنا البنك المركزي كذلك مع القطاعات اللي عندها علاقة خاصة وزارة المالية هما عكفين على دراسة حول أسباب ديالة الارتفاع هذا كنظرنا هذا السبب الأول هناك السبب الثاني هو ارتفاع ديال ما يسمى بالاستثمارات الخارجية القادمة المغرب هناك ارتفاع برقمين يعني تقريبا إذا لم تخلني الأرقام تقريبا أكثر من 15% دي الارتفاع ديالة الاستثمارات الخارجية القادمة من دول دول اللي كتستثمر في المغرب خاصة دول الأوروبية الدول الخارجية وكذلك دول القارة الأمريكية وهناك ما نسوش على أنه هناك قطاعات مصدرة جد مهمة في المغرب هناك قطاع السيارات وهو أول جالب للعملة في المغرب هناك قطع الفصفات وهناك القطاعات الأخرى اللي هي مرتبطة كذلك بتصدير الخارج وهناك كذلك القطاع الفلاح وهذه القطاعات كلها في 2021 عرفت واحد رتفاع جد مهم لإداء لأنه بنك المغرب اليوم عنده واحد من قدر نقوله واحد الاحتياطي من العملة النقدة اللي هو من قدر نقوله أول مرة كنشاهده ولكن كعطيك ذلك واحد القوة واحد الارتياحية بالنسبة لإقتصاد الوطني دكتور زكري تحدثت عن ارتفاع في الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب والمندوبية السامية للتخطيط توقعت أن يحقق الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بزيادة بنسبة 2.4% خلال الفصل الأول من العام الجاري ما وقعية ذلك لسيما في ظل الضرفية العالمية الآن التي يخيم عليها الإغلاق بسبب تداعيات كورونا صحيح والنجاح المغرب في تدبير جائحة النجاح فيما يخص السرعة أن الاقتصاد الوطني يقدر أنه بالزربة يخرج من تداعيات كوفيد-19 أعطيت بأن القطاعات المغربية مرتبطة بالخارج هناك قطاع السيارات، هناك قطاع الفلاحي، هناك قطاع الغيار للطائرات هناك كذلك القطاعات الأخرى المرتبطة بالتصدير سواء في القطاعات التانوية والقطاعات التالتية وفي هذا الإطار هذا كنظن بأن هذه القطاعات استفدت من سنة 2021 يعني قدرت أنها ترجع للسلسلة الإنتاج لها الطبيعية وكننظن هناك كذلك ما نسوش هناك بعض القطاعات اللي اليوم والتي تنافس على الصعيد كذلك الدولي مثلاً آخر المعطيات تشيد أنه المغرب في بعض المنواد الفلاحية أصبح يصدر أكثر من دول أخرى مثل إسبانيا للتحاد الأوروبي ولدول شرق الاتحاد الأوروبي إذن فضل إطار هذا كنظن بأن تعافي الاقتصاد وتعافي القطاعات الاقتصادية المغربية وكذلك قدرتها على أن تساعد الأسواق ديالها المعتادة وهنايا نحن وصلنا في المغرب تقريباً أكثر من 700 ألف سيارة كنصدرها يعني سيارات التي تنتج في المغرب وكننظن على أن المنحنة ستتصاعد وفضل إطار هذا هذه المعطاية التي تؤدي بأنه الطالب الخارجي بالنسبة للمغرب سيبقى مرتفع أسوأ عن طريق الطلب المرتبط بالمواد أو المصنع في القطاع الأولي والقطاع التانوي ولا كذلك في القطاع التالي تلك الخادمات كنظن غير تعافي في هذا السنة 2020 مع خروجين من الجائحة الدكتور زكريا فران أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط نشكرك على حضورك معنا شكراً لكم بهذا مشاهدنا نصل إلى ختم هذه الفقرة تلتقون بعد قليل مع الزميل حفصة شباكو في عرض إخبار جديد شكراً لكم على طيب المتابعة السلام عليكم